ما هو المنهج الذي يمثله الغدير؟ أولاً الجماهيرية الإمام أمير المؤمنين صلوات الله عليه كان حاكماً يعيش مع الناس يتصل بهم ويعيش معهم ويعيش فيهم ويعيش كأحدهم ثانياً رفض التشريفة حاكم يعيش كبقية الأفراد ماكو فرق بين كونه قبل الحكم وبعد الحكم العفو العام أكو دولة في الدنيا إلى الآن واحد يقود حرب ضد الدولة ماذا يفعلون به؟ الآن كل دول العالم شنو يفعلون؟ النبي صلى الله عليه وآله ماذا فعل مع أبي سفيان؟ عفوا عن جميعه أكو حاكم إلى هذا القلب الكبير الزمان الاجتماعي الكامل الآن الزمان الاجتماعي في الدنيا موجود إذا واحد فقير الدولة تعطيه راتب ولكنه في حدود محدودة ولكن منهج النبي صلى الله عليه وآله ومنهج الإمام أمير المؤمنين صلوات الله عليه التكفل الكل الشامل إذا واحد يريد أن يتزوج بيت المال يعطيه ما له إذا ما عنده أكو بعض الدول الغنية تعطي معونة أما تكفل ما كفل الدولة مثل الآب الآب شنو موقفة تجاه أولاد التقسيم العام للفائض من بيت المال كل ما فاض في بيت المال يوزع توزيعا عاما على الجميع وفي بعض الأحيان كانت المبالغ تبلغ أرقاما خيالية الرواية مذكورة في شرح نهج البلاغة الظاهر أنه بعد حرب الجمل يقول ثم قسم المال في الذين كانوا فأصاب كل منهم ستة آلاف ألف درهم يعني ستة ملايين درهم وكانوا إثني عشر ألف شخصا والإمام صلوات الله عليه أخذ كأحدهم لأنه كان واحدا منهم فأتاه آت وقال إن اسمي سقط من كتابك فدفع سهم والإمام لم يحصل حتى على درهم واحد الرفاح أمير المؤمنين صلوات الله عليه يقول ما أصبح أحد بالكوفة إلا ناعم فمنهج الإمام صلوات الله عليه ومنهج النبي صلى الله عليه وآله منهج متفوق إلى هذا اليوم الحقيقة الدنيا إلى هذا اليوم تحتاج إلى هذا المنهج